اهلا بكم متابعين الاعزاء اول فندق عائم لمشجعي المونديل يصل ميناء الدوحة تعرف على التفاصيل حطت صباح اليوم سفينة MSC World Europa رحالها في ميناء الدوحة وذلك تمهيدا لاستقبال المشجعين في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وتعد السفينة فندقا عصريا عائما حيث تتكون من 22 طابقا باتساع 47 مترا وتضم 2626 كابينة وأكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة وتواكب السفينة أحدث المعايير الحديثة على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة ويتوقع أن تعيد رسم ملامح مستقبل سفن الرحلات البحرية بتجربتها المليئة بالخيارات الترفيهية المتنوعة وتمتاز السفينة بممشى خارجي بطول 104 أمطار وستأخذ ضيوفها في جولة يستكشفون فيها أطعمة ومشروبات مختلفة من حول العالم من خلال 30 مطعاما وصالة لكل منها طابعه الخاص كما ستوفر لهم من كافة الأعمار أنشطة ترفيهية بما في ذلك سلاسة حفلات موسيقية جديدة وخمس عروض مصرحية جديدة وأربع تجارب مميزة في صالة بانوراما لونغ وعروض حية متنقلة في مختلف المناطق على موتن السفينة ويدوم الفندق العائم أكبر منطقة مخصصة للأطفال مقارنة بجميع سفن سطول MSC حيث تزيد مساحتها الداخلية على 766 مترا مربعا وتضم سبع غرف كل منها يناسب فئات عمرية مختلفة بداية من سن الولادة إلى 17 عاما وسيستمتع الأطفال والمراهقون بمنامج ترفيهية متنوعة تشمل ألعابا جديدة وقديما وبرامج للمهجوبين تقدم في مرافق مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا وتوفر السفينة 7 مسابح وسراء 16 دوامة مائية وأفخم نادر اليخوت يضم مساحات عامة ومناطق خارجية وأجنحة جديدة وستقضع عامها الأول في مياه الخليج وفي صيف عام 2023 ستغادر المنطقة متجهة سوب البحر المتوسط وبكده انتهينا من الخبر بشكركم على حصن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته